ايران عام 2015 لا تتخذ الاجراءات اللازمة للحد او لمكافحة الاتجار بالبشر اتجار اما لعمالة الاطفال او لتجارة الرقيق تقرير سنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر في العالم يخصص فصلا لايران ويشير الى ازدياد في الاتجار في البشر وتحديدا في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة من هذا التقرير يمكن ملاحظة الاتهامة التالية لايران ازدياد في حالات الاتجار بالبشر والعمالة القصرية والدعارة الحكومة الايرانية لا تبذل الجهد الكافي لوقف الاتجار بالبشر ايران بلد مصدر وبلد عبور وهدف للرجال والنساء والاطفال الجريمة المنظمة هناك تستغل النساء والفتيان الايرانيين في تجارة الجنس المهربون يجبرون نساء وفتيات ايرانيات على ممارسة الدعارة في شمال العراق عام 2013 عدد الفتيات المراهقات اللوتي عملنا في الدعارة في مدن طهران وتبريز واستارة يشهد ارتفاعا مستمرا الجريمة المنظمة تجبر اطفال ايرانيين ومهاجرين على التسول في شوارع المدن ومنها طهران وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات كوسائل لاجبارهم على ذلك وفي موازات كل ذلك يعتبر التقرير ان الحكومة الايرانية مستمرة في جعل الضحايا يدفعون الثمن عبر اتهامهم بارتكاب الزنا وعقوبته الاعدام رميا بالحجارة بديع يونس العربية اشتركوا في القناة